كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة تاعز وذلك استعدادا للتصعيد الواسع في جبهات المحافظة واستقبلت ميليشيا الحوثيين في ورزان والدمنا تعزيزات بشرية وعتادا متنوعا استعدادا للهجوم على جبهة الصلو الواقعة تحت سيطرة اللواء 35 مدرع وأكدت المصادر وصول دبابتين وثلاث عربات قتالية وشحن الذخائر متنوعة مع تعزيزات بشرية وزعت على مزرعة هاي السعيد في ورزان ومعسكر علي ناصر ومواقع محاذية لمواقع اللواء 35 مدرع في الصلو وتأتي تعزيزات الميليشيات الحوثية في ظل استمرار تصعيدها في جبهة تاعز للأسبوع الثاني وصد خسائر بشرية كبيرة رصدت في صفوفها لسيما في جبهات غرب وشرق المحافظة اشتركوا في القناة